السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد في قناة ليرن العب كلمنا في الفيديو اللي فات عن الغدد وعرفنا مكان كل غدة وأخذنا نبزة مختصرة عن كل غدة هنبدأ إن شاء الله ناخد كل غدة بتفصيل هرموناتها وتأثير الهرمونات على وظيف الجسم وعسباب النقص والزيادة والمعضلات الطبيعية لكل هرمون نبدأ بقى أول الغدة وهي بتيوتوري جلاند أو الغدة النخمية وزي ما عرفنا أنها من الغدد الصماء يعني بتفرز هرموناتها بدون قنوات وهي موجودة في تجويف عظمي في جنجومة الإنسان أسفل الدماء يسمى بالسرج التركي أو سيلة تركيكا وهي من أهم الغدد الموجودة بقسم الإنسان لذلك سميت بالماستر جلاند أو الماظر جلاند وعلشان هي المنظمة لباقي الغدد يسميها البعض بمايستر الغدد وفي علاقة بين الغدد النخمية وبين الهايبوسالمس أو منطقة ما تحت المهد طيب إيه هي الهايبوسالمس؟ هي جزء مهم جدا موجود أعلى الغدد النخمية وتعتبر حلقة الوصل بين الجهاز العصب الزاتي وجهاز الغدد الصماء من خلال الغدد النخمية ومن أهم هرمونات الهايبوسالمس سيروتروبين ريليسنج هرمون يحفز إفراز الهرمون المنبه للتركيه كورتيكوتروبين ريليسنج هرمون وهو يحفز إفراز هرمون A-C-T-H جنادوتروبين ريليسنج هرمون وهو هرمون يحفز إفراز ال-F-C-H وال-L-H دوبامين وهو هرمون يصبط إفراز البرولكتين سوماتوستاتين وهو هرمون يصبط إفراز هرمون النمو والهرمون المنبه للدراقية أكسيتوسين وهو مسؤول عن انقباضات الرحم والرضعة فاسوبريسن مسؤول عن إعادة امتصاص الماء من الكلية وبالتالي زيادة حجم الدم جروس هرمون ريليسنج هرمون يحفز إفراز هرمون النمو هنلاقي بني لها وظيف كتير تانية زي تنظيم درجة حرارة الجسم والتحكم في الإحساس بالجوء والشبع وتنظيم الرغبة في النوم واليقظة ويحتوي على مركز العطش ومركز التحكم في درجة الزوجة البلازمة نرجع للغدة النخمية وهي تتكون من 3 فصوص الفص الأمامي والفص الخلفي والفص الأوسط يقوم الفص الأمامي والأوسط المعروفان بالجزء الغدي بإفراز هرمونات مثل ACTH جروس هرمون MSH TSH FSH LH والبرولكتين بينما الفص الخلفي يخزن الهرمونات التي يفرزها الجزء العصبي من الهايبوسالمس وينظم إفرازها فهو يفرز ADH الهرمون المضاد لإضرار البول والأكسيتوسين تعالى نبدأ بأول هرمون عندنا وهو ACTH وهو اختصار لكلمة أدرينو كورتيكوتروبيك هرمون ويعتبر منظم الأساسي للغدة القذرية وإفرازاتها وإنتاج هرمون ACTH طيب بتفرز إزاي الهرمون ده عندنا بيقوم الهايبوسالمس بإرسال كورتيكوتروبين ريليسنج هرمون للغدة النخمية فتستجيب الغدة النخمية من خلال إفراز أدرينو كورتيكوتروبيك هرمون اللي هيقوم بتحفيز الأدرينالجلان الغدة القذرية علشان يفرج عن الكورتيزول في مقر الدم أهمية الهرمون ينظم إنتاج وإفراز كل هرمونات قشرة الغدة القذرية عدى ألدسترون يساعد على نقل الأحماض الدهنية غير المشبعة من الأنسجة الدهنية إلى بلازمة الدم يزيد من عملية تكوين الأجسام الكيتونية وينقص من معدل تكوين اليوريا من الأحماض الأمينية يؤخر من فقد نشاط هرمونات قشرة الغدة القذرية مستوى الهرمون في الدم يتعرض الهرمون إلى تغيراته لليوم فبيكون فعلا مستوى له في الصباح ويتراوح بين 47 إلى 40 بيكو جرام على الميللتر وبيكون أقل مستوى له في الليل بنلاحظ ارتفاع مستوى هرمون ال-ACTH مع ارتفاع هرمون الكورتيزول وده في حالة إذا كان موجود خلل في الغدة النخمية بنلاحظ أيضا انخفاض مستوى هرمون ال-ACTH مع ارتفاع مستوى الكورتيزول إذا كان الخلل موجود في الغدة القذرية طيب إيه هي أسباب ارتفاع مستوى الهرمون كوشنج سايندروم بنهايبو بديوتاريزم وده يعني قصور الغدة النخمية الشامل hyperactive of the primary adrenal gland وده معناه فرط نشاط الغدة القذرية الأولى وبكده نبقى الحمد لله خلصنا أول هرمون معنا ادرينو كورتيكو تروبيك هرمون انتظروني في الفيديو القادم مع هرمون جديد هرمون النمو جروس هرمون يارب تكون استفدتوا ما تنسوش التعليقات والاشتراك في القناة مع السلامة وفي حفظ ورعاية الله أعداد وتقديم مصطفى ربيع اشتركوا في القناة